اشتركوا في القناة المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وأشهد المجلس بدور هذه الجائزة وما تحمله من أهداف تعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز أهداف اليونسكو في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال للارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته بعدها رحب المجلس بمصادقة مجلس منظمة الجمارك العالمية على رئاسة مملكة البحرين المجلس لفترة استثنائية ثالثة للعام 2022-2023 ما يعكس المكان الدولي والثقة في أبناء مملكة البحرين في قيادة المنظمات الدولية مشيدا بالجهود التي بذلها الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك في رئاسة منظمة الجمارك العالمية في الفترتين السابقتين والتي قادت لتزكيته لفترة استثنائية ثالثة إلى ذلك هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية مقدما المجلس الشكر لأولياء الأمور وإلى الهيئات الأكاديمية والإدارية بوزراء التربية والتعليم ودورهم في النسب المتميزة التي تحققت على صعيد النجاح والتفوق في مختلف المراحل الدراسية بعد ذلك استعرض المجلس ما تحقق على صعيد توفير الخيارات الإسكانية المتنوعة التي تلبي احتياجات أبناء البحرين ومنها برنامج مزايا والذي استفاد منه 10629 مستفيد حتى العام الحالي وفي هذا الإطار وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيادة المنتفعين من برنامج مزايا للعام 2022 بواقع 500 مستفيد إضافي ليصل عدد المنتفعين من برنامج مزايا لهذا العام 2500 منتفع فيما كلف سموه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بطرح المزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية منوها سموه بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المساندة بالعمل بروح الفريق الواحد وذلك لتنفيذ التطلعات والأهداف المنشودة بكل حرفية وإتقان لافتا سموه إلى أن المستعية مستمرة لصياغة حلول مبتكرة للإسكان لتضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز عبر الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ثم وجه صاحب السمو الملكي وليول عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى توفير كافة سبل الرعاية والخدمات لحجاج مملكة البحرين للتيسير عليهم لأداء المناسك المباركة حيث أشهد سموه في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تبدلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في رعاية حجاج بيت الله الحرام ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في الحادي وثلاثين من شهر ديسمبر عام 2021 مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي تهدف لدعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة بشأن طلب الانضمام إلى تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والناس والذي يهدف لتعزيز التعاون وبناء القدرات للحفاظ على التنوع البيولوجي مذكرة سعادة وزيرة التنمية المستدامة بشأن إعداد التقرير الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بنتائج اجتماع لجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني ونتائج الاجتماع الثاني والستين لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون التجاري واللقاءات المصاحبة له والمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري السادس للجنة الوزارية لسلامة الأغذية والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر يوليو 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة